السلام عليكم و مرحبا بكم إن شاء الله تكونوا كامل بخير وصفة نالينا هاليوم حلوة من أروع الحلويات الجفة اللي ممكن تخدموها صدقوني هاد الحلوة مالقري المقادير التحها بسيطة بصح بنينة 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 بزف بزف وتخرج كمية كبيرة نمر مباشرة تعرفوا على المقادير وطريقة التحذير لهاد الوصفة نحتاج 250 قرام مارغارين انا هاد الابوات تاع مارغارين في الوغيال فيها 500 قرام معندها ندي منها نصب بعضها حطيت هنائية 250 قرام مارغارين تكون بدرجة حرارة المطبخ ونزيد عليها زوج سافار البيض مجمع الزوج مجمع مجمع ش�ي حدث مجمع مجمع وزيت عليهم ربع مغارف كبار تعمى مزهر وقرصة ملح ومغرفة كبيرة تعلفاني يعني كما شفتوا هاد المقادير حطيتهم كامل ضربة واحدة وبعد نضربهم احنا اللي حب تخدم بالباتور يعني تخدم سينوغرب الفويبرك و تجي هاد الحلوة تجي بزف بنينة ما قدرت ش نوصف لكم شح البنينة كي تجربوها خلووا لي رايكم في التعليقات و راكم حتفهموا شاني حب نقول لكم اهنا خلط هاد المقادير معلول غرب سباتور بركم بعد ما خرجتها اليها بالفوي خير نزيت تخلطهم غير شوية و نزيد عليهم كاس ناقص اصبع تاع سكر ناعم اهنا الناس اللي حبوا الحلوة بزاف يعمروا الكاس ولي كما انا يعني يحبوها سوا سوا في الحلوة يعني ما هي حلوة بزاف ما هي ناقصة يديروا هكا كاس ناقص اصبع و بعد ندخل هاداك السكر مع الخليط اللولاني نبقى غير نحرك ملاح حتى نحس باللي هاد المقادير يعني متاسجت مع بعضها يولي عندي هاد القاوة اهنا رح نزيد كاس ناقص اصبع كوكا و محمص و مرحي يكون متوسط ما شي رقيق انا الكوكا وهنا رحيته بقشوره وانتوما كما تحبو تحبو ديروه بالقشور ولا بلا قشور نزيد نحرك غير شوية ونبدأ نزيد في الفارينة ناقص الجميل وثائل و الجميل والتالي والتالت هادو 3 كيسان نحطوهم ضربة واحدة ونزيد غير شوية نزيد ثاني كالخميرة الكيميائية في هذه الوصفة نحتاج مغرفة صغيرة و نصف كما نعرف هذا الساشي ترفض زج مغرف صغير لا نضيف الساشي كامل مغرفة صغيرة و نزيد نصف مغرفة نبدأ نطم في العجينة و نزيد الفارينة حتى نحصل على العجينة تكون طرية كما نرى الحلوة اليوم لا يوجد فائدة و لم يكن كافية و يوضع خفيفة و يجب كثير و كما نرى الكاس الرابع و نضيفها في تلك الناس و نضيفها في تلك الوصفة و هناك 5 الكاس فارينة و هذا القاوم الذي تحصلت عليه نشد هذه الأجينة كوريات التي لديها ميزة توزنها 27 قرام والتي لا يوجد هذه الأجينة تقسمها الـ 46 كورية كما قلت لكم في المقدمة الأجينة اليوم ستخرجنا الـ 46 حباها مالذيك تحبو تحسبوهم تلقاوهم الـ 46 و بعد جبت له هنا زوج بايد البيض مقبيلة زوج صافر ديناهم في الأجينة مقبيلة زوجة صغيرة على فاني و نضربهم و هناك كوكا و يكون محمص و مرحي يخشين و هناك الكوكا و لا تحمصوه بثاف تحمصوه غير شوية و تطفيو عليه و ارحوه و بعدها سوف يكمل طيابه و نضع طيب يجي سوى سوى محروق شديت هنا العجينة نضيرها هاكاكي شغل حربوش صغير متخشنوه بثاف بسكلابات فيها الخميرة و بعدها تعاود زيت تنتفخ أنا هذا اللولاني خدمته باش نكيل عليه باش الحبات يجوني كامل قد قد نضرب بايد البيض و الكوكا نشد هنا حربوش صغير نضرب بايد البيض هنا خدموا بالبنسو و تجيكم الخدمة سهلة اخر تغطسوا كامل العجينة في بايد البيض سوف ترفض لكم كمية كبيرة و الخدمة لا تجيكم نقية ميهكا الخدمة سهلة هنا بعد ما رمتوا في بايد البيض حطيتوا في الكوكا و سنتحصل على هذا الشكل يعني حلوة اسهل من هذه ما كاش انا بعد ما كملتني والولانيا ندخلها الفرن اللي كون شعلته مسبقا على درجة حرارة ميه وستين درجة نشعل من تحتها نخلي قطو يطيب غير نشوفه في الحاوف بداية صفار ولا نشد تحبها كانت وشيها نشعله من تحتها نلقها صفارة نشعله من الفوقه يتحمره بعد ما طعب خليته برد كامل وستفته نديره رشة خفيفة تاع السكر ناعم هنا تحبو ترشو بالسكر كما تحبو تزينوه بالشوكولة انا يعني الوصفة باش اجي اقتصادية ومن كترش فيها بزاف المقادر ندير تغير رشة خفيفة تاع السكر غلاس وجانيه هايل انا راح نكمله كامل ونحطه في الكيسات ونرهولكم في طبق التقديم وهذا هو الشكل النهائي الحلوة نالينا هاليوم حلوة جافة بمقادر اقتصادية وتقطع كمية كبيرة الشكل تعوجه يجب أن تضعوا معاقه و حليب هنا قربت لكم حبه يجب أن يكون محافظة على الشكل و أحب هذا لا أحب هذا البخيستيج نقسم لكم حبه كيف قسمتها يجب أن يكون خفيف ننصحكم أن تجربوا هذه الوصفة مستحيل ستندموا عليها و كنت تجربوها غير كثير منها بس كالبالي ستعجبكم كامل دو كما بقى لغين نقول لكم طالوا في روحكم و نتلاقاوا إن شاء الله في وصفات أخرى مع سلامة